اشتركوا في القناة انتهت هنا حيث تحاول السلطات طبعا ورجال انقاذ اخمادها لكي لا تتوسع لتنتقل الى غابة مجاورة هي مساحة تناهز اربع هكتارات من الاشجار والاعشابة تتعليها السنة اللهب بغابة فرنساوي بمنطقة بن سعيد التابعة لجماعة اكزنايا بطنجا مصالح الوقاية المدنية والقوات المساعدة والسلطات المحلية ذفعت بآلياتها مستعينة بازيد من 120 عنصرا بغية اخماد الحريق الغابوي الاول من نوعه خلال هذا الموسم قبل انتقاله الى غابات مجاورة وساهمت رياحة الشرقية التي تعرفها تنجا منذ ساعات الصباح الأولى بوقف مجهودات رجال الوقاية المدنية والقوات المساعدة لإخماد ألسنة اللهب التي انتشرت بشكل كثيف وسط الأشجار والأعشاب اليابسة نشير الى ان مصالح الدرك الملكي فتحت تحقيقا عاجلا لمعرفة اسباب وقوع الحريق خصوصا وان الغابة باتت في الآونة الاخيرة تحت اطماع ناهب الاراضي والمجزئين السريين واضحى البناء العشوائي يضرب بقوة مساحات غابوية بمنطقة اكزنايا اشتركوا في القناة